شفت مرح ازاي مباراة مصر وناجر تحديدا في اول ظهور للمنتخب تحت قيادة روي فيتوريا وانضمان مجموعة من المحترفين ويمكن شفنا كمان محمود حمادة اول برضو لعب الانتاج الحاربي اول مرة نشوف مشاركة لي مع المنتخب شفت الاداء ازاي تاني؟ والله هي كبدأة يمكن لسه نظرتش نحكم على اداء المنتخب بشكل عام اول طريقة اللي هيلعب بها فيتوريا الفترة الجاية لكن يمكن مفيش اختلاف كبير جدا في طريقة اللعبة نفسها ما بين طريقة كارلس كروش كامل لعب 4-3-3 فيتوريا كمان هيكمل 4-3-3 وهو هيجرب لعب كتير جدا ويدخل لعب كتير يمكن الدور كمان متوقف الفترة الحالية فلسه مش هيزهر له العدد الكبير من اللعبين اللي يستعين بهم لكن يعني واضح ان الرجل عنده منفتح الاعتماد على العدد كبير من اللعبة مختلفة يمكن كان ده نفس النهج اللي كروش اشتغل به فترة فكرة ان انا اوسع دائرة الاختيارات واختار لعيبة مختلفين انها مبارح محمده بيشارك لأول مباراة مع المتخبول لعب مميز جدا طبعا يعني قدم موسم جيد جدا مع فارقه وهو لعب جيد هو لعب جيد من كم من ظهور الأول أمام المقصة بسيمكن هو اختياراته شوية في التنقلات بين الأندية اثرت عليه بشكل كبير لكن هو بيحاول يدخل كان انتاج حربي قبل كبه كان انتاج حربي وكان مخصص وبعدين بيرامدز كمان راح بيرامدز فترة ملعبش كتير ثم في فارقه الموسم الحالي كان احد افضل اللعبين في الدوري في وسط الملعب وكمان في فارقه يعني فيمكن لعبة شوية انتقالات الكتير بين اللاعبين بتأثر على مستوام شوية بيخلوهم يظهروا بشكل متأخر مبارح يمكن كمان بدأ يعني فكرة دخول زيزه لوسط الملعب يستفيد به ممكن كان ده من الحاجات اللي شوية بتبقى عاملة مشكلة للمنتخب هل يلعب جناح مكان محمد صراح او يدخل وسط الملعب فراج الواضح نوع يعني بدأ يبص يذاكر فترة كراش كويس وكمان الوقت اللي كان موجود فيه قبل نهاية الدوري قدر يحط عينه على عدد من اللعبين ممكن يتعامل معهم ازاي يختار لعبة ازاي شوفنا محمد حمدي بيشارك مبارح عمر جابر في لعبة اعتقد هو كمان حتى القائمة نفسها كانت فيها عدد من اللعبين ما انضموش للمنتخب قبل كده فاعتقد هو رجل ما هيعتمد على العدد كبير من اللعبين لكن ترية اللعب مش تتغير كتير جدا عن الطريقة اللي كارلس كوروش كان بلعب بيها 4-3-3 انا اظن لي ترية مناسبة اكتر للمنتخب مثلا ترية مناسبة للمنتخب